عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن وكذا رافع كفاءة الخدمات ونوها رئيس الوزراء إلى الحرس على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد ترجمة نانسي قنقر